أشهدت مساعدة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق آسيا آم باترسون بجهود اليمن في مضمار مكافحة الإرهاب والتي كان آخرها مداهمة وكر للإرهابيين وتحرير عدد من الرهائن من بينهم أجانب مؤكدة إن مكافحة الإرهاب مسؤولية إقليمية ودولية وهو ما يحتم دعم اليمن من أجل ذلك جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي لها بمكتبه اليوم باترسون أشارت خلال اللقاء إلى أهمية موقع اليمن الجغرافي وضرورة دعم أمنه واستقراره ووحدته مجددة التأكيد على وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الرئيس عبد الرب منصور هادي ودعم جهوده التي ستحقق المستقبل المأمول ووصول اليمن إلى الأمن والاستقرار من جانبه تطرق الرئيس هادي إلى الوضع الاقتصادي في البلاد والآثار التي ترتبت جراء الأزمة في مختلف الجوانب الأمنية والاقتصادية والسياسية وقال رئيس الجمهورية أن الوضع الاقتصادي ما يزال صعبا وبحاجة إلى مساعدات من أجل تخطي الصعاب والتحديات التي ما زالت ماثلة حتى الوصول إلى إنجاز مسودة الدستور في الفترة القليلة القادمة والاستفتاء عليه بعد شرح مضامينه وكافة بنوده ومن ثم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في العاصمة والأقاليم ترجمة نانسي قنقر